أبو ظبي ودبي مدينتان ارتبطت في الأذهان بالعيش الآمن والازدهار الاقتصادي أصبحت تتدولهما الأخبار مقترنة بالهجمات الصاروخية ويبدو أن جماعة الحوثي تسعى عمداً لإلحاق الضرر بالاقتصاد الإماراتي ضمن استراتيجية جديدة للردع المتبادل انتقاماً للضربات الموجعة التي تلقتها على يد ألوية العمالق المدعومة إماراتياً في معارك الشبوى ومأرب اليمنيتين وزارة الدفاع الإماراتية أكدت اعتراض صاروخين باليستيين استهدف العاصمة أبو ظبي ولم يصفر عن أي خسائر بشرية إذ سقطت بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول الإمارة وتأتي العملية بعد أسبوع من هجوم مماثل شنه الحوثيون على أبو ظبي وأصفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وبعد نحو ثلاث ساعات أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية السعودية هي الأخرى شملها التصعيد الحوثي وزارة الدفاع السعودية أعلنت إصابة شخصين وتسجيل أضرار مادية في هجوم صاروخين على محافظة أحد المسارحة جنوب غربي المملكة وتعرض عدد من محافظات الجنوب إلى هجمات بصواريخ باليستية أطلقت من الأراضي اليمنية إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة في المقابل أقرت جماعة الحوثي بشن قوات التحالف غارتين على مديري تصحار التابعة لمحافظة صعدة شمالي اليمن وتواعد المتحدث العسكري باسم الجماعة بتوسيع عملياتها العسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر